لوجستياً إزاي تتعامل مع الميناء البحري عبارة عن واجهة بحرية عبارة عن مدخل وأرصفة عبارة عن منطقة لوجستية بتخزن وتتدول في البضاعة وبعد ذاهر ميناء وبعد تخش البلد ممكن تخش البلد عشان تعدي الميناء أخرى ممكن تخش البلد عشان تروح ببلد أخرى يعني أنت حضرتك عندك ميزة خطيرة جداً في مصر أنت في شمال أفريقيا وعند 15 دولة لند لوكد جوه أفريقيا آسف يعني حبيثة جوه أفريقيا أنت ممكن ترتبط بها كلها لوجستياً وتبقى أنت الواجهة البحرية بتاعتها يعني موضوع تطوير الميناء البحري مش بس عشان البلد نحن لو قدام ميناء نعمل خط قطار متعدد يتحرك للدول مظاهير الميناء لابد أن ترتبط الأرصفة بالثلاث حاجات في النقل الداخلي النقل البري والنقل بسكك الحديدية والنقل النهري عبقرية إنشاء قناة السويس خلت ميناء بورسعيد عملوا حاجة اسمها الميناء الداخلي بيربط ميناء بورسعيد بنهر النيل من 1869 يعني كانوا مهتمين بظاهير الميناء إحنا بننقل في مصر 450 مليون طن داخلية كلها بالعربيات تقريبا لازم ينتهي ده لازم نفكر لوجستيا نفكك القصة نفتت القصة دي على ثلاث قطاعات نقل بري نقل سكك حديدية ونقل نهري إحنا منتكلم عن لوجستكس كتير مؤخرا والمصطلح نفسه بقى منتشر جدا وإن كان معناه مش منتشر أو محفومه مش منتشر برغم إن إحنا بندرس لوجستكس في مصر بقى لنا سنين وبقى عندنا أقسام خاصة باللوجستكس في مختلف الكليات هشرحولك من منتها البساطة فضل من غير ما نخش في الكلام اللي بنقوله في الجامعة أنا أي حاجة قدامنا الوقت لو ما كانش فيه لوجستكس منيجمنت سيستم مش هتبقى موجودة الطفاية المعدن دي أساسها معدن جاي من المنجم تمام عشان ينقل من المنجم إنه يروح لمصنع يصهر ويتعامل منه طفاية ويجيلك ده لوجستكس وجود في البيت عند حضرتك الكورنر تيبل والكوكتيل تيبل مفهش شارب إتش عشان ما تعورش البيبي ده لوجستكس باب الشارع في حد ذاته اللي بهنج ده لوجستكس إذن اللوجستكس هو عبارة عن إيه هو عبارة عن فكر بيرتبط بتسليم المنتج اللي أنت عايزها كما يجب أن يقول المنتج المناسب بالنسبة للمطلوب له سواء دولة سواء إنسان سواء بيت سواء مصنع سواء مزرعة محتاج منتج فعايز المنتج المناسب طب المنتج ده لو جاله بكميات أقل بأي فايدته يبقى منتج المناسب ولازم يروح للعميل المناسب عشان يروح له بالكميات اللي هو عايزها مش كميات النقصة أو الزايدة لأن الزيادة إحنا بنسمي المخازن النسيسري إيفل الشر الذي لابد منه كان زمان النهاردة المخزن والمركز اللوجيستي يبقى حاجة ضرورة جدا وكلنا لسه بنتكلم عن إن المواني ما تبقاش مخزن المواني منطقة عبور تخش جوه وتطلع على مين أعلى مقاب يبقى إذن التسليم المنتج المناسب للعميل المناسب بالكميات المناسبة الجودة المناسبة إيه فايدة إن أنا جيبها متطبقة مش هتتحطى عنده حضرتك يجيلك الحاجة متكسرة إيه فايدة صحيح بعد كده التوقيت بتاع الحاجة في التوقيت يعني أن النهاردة النهاردة ينفع روح أشتري ميوهات وإحنا بنخلص موسم هنروح لشتري حاجات شتوية أو ديمي سيزون أو موسمية يعني كان يعني يبقى التوقيت برضو حاجة مهمة يبقى نشتري حاجة مدارس مدارس سيزون موسمية لفكرة صحيحة في التوقيت المناسب ووقت المناسب نخش بقى في حتتين مهمين جدا في اللوجيستيكس مكان مناسب ودميزة المواني وفي نفس الوقت سعر مناسب لو فكرنا بالطريقة دي يبقى كل فكرنا لوجيستيكس لأن الفلوس بتتكلم يبقى لازم الفلوس تخش في التكليف لازم تتفكر فيها صحة طب مصر عملت إيه بنقصها إيه يعني إحنا عندنا خمسة رانكد على مستوى العالم الأول هم إيه وعملنا إيه ونقصنا إيه إحنا عندنا نمر واحد من الخمسة بتوعنا بورسعيد بس أنا برد عشان براسة العالم طبعا آه على مستوى العالم بورسعيد نمر 17 في الرانكده هو رانكده عشان سيتك تكون عارف بس هو رانكد بيسموه اللوجيستيكس بروفورمانس انديكس LPI يعني إيه يعني قياس الأداء اللوجيستي للميناء البحري الأداء اللوجيستي من بورسعيد 90% ترانزيت يعني مفيش 10% بتدخل عشان كده هو أخذ أداء عالي ليه لأن الجماريك بتاعته سهلة جدا البنية التحتية بتاعت بورسعيد استساقة جميلة جدا التتبع للبضاعة رائع equality بيطبق equality assurance التطبيق الجودة الشاملة والإجراءات الكمولوجية فهو عنده الست معايير بس في نفس الوقت لما نيجي نقسها نلاقي 90% ترانزيت عكس اسكندرية اسكندرية نمر 172 آه كويس بس 172 بتتطور فتحوا فيها كنتينر تير من الغير الأديمة بعمل تطوير كبير جدا في عملية استقبال الركاب بيعمل expansion جامل بس في النهاية ارتباطه بالنهر النيل قليل جدا رغم أنه عنده وارتباطه بالسكك الحديدية قليل رغم أنه عنده نحن النهار ده أما يكون بينقل في مصر 750 مليون طن 5 مليون طن بس اللي بتنقل بالنهر ينقل بسكك الحديدية ده داخليا داخليا هي ده الفكرة الفكرة اللوجيستية إنك تفكر لوجيستيا استفيد من كل الاستثمارات اللي حصلت في المواني البحرية كبيرة جدا نستفيد كويس جدا من قناة السويس النهاردة بالمنطقة الاقتصادية لازم تنموا هذه الاقتصادية المنطقة الاقتصادية لوجيستيا وترتبط بداخل مصر وداخل الوطن العربي انت فعل بها انت ممكن تبقى مرتبط بكل الحتة دي هما ما يفكروش يقول لك خلاص احنا هنستخدم مصر هيتطور منتو ليه ما عنده كل حاجة وبتيجي الحاجة فدي ميزة صحي عندنا دروس كتير جدا أعتقد في القصة دي يمكن سنغفورا مزجا من أكبر وأهم دول العالم اللي استفادت بس من موقعها الجغرافي في الفار إيست وقدرت انها تبقى محطة ترانزيت مهمة جدا نهاردة استفادنا جدا من دكتور حمدي بارغوت خبير النقل الدولي واللوجيستيات واللي كلمنا عن الخمس مواني اللي عملتهم مصر وما ينقصنا تحديدا في مجال لوجيستيات شكرا جزيلا لحركة دفتور خيرا كيفان موارت الله فان وبني السلامة شكرا جزيلا لحركة دفتور